بخصوص امام عشور والكلامنا طبعا مش هيبسط ولا اهلوية ولا زمالكوية انا كراجل اهلوي مش مقتنع بموضوع امام عشور خالص والموضوع مدقيق لان انا شخصيا بس من الاخر عشان نبقى صرحة مع نفسنا كل الاندية شغلة بالادارات ولا حد لي علاقة بالجمهور وكلهم بيلعبوا على وطر الجمهور عشان نجيب من الاخر بس لعيبة وإقدارة فمن الاخر بيعمل لهم ما عايزينه والموضوع في الاخر كله مادي بحت وعلى فكرة ومن زمان حتى من قبل المادية يعني زكريا ناصف راح الزمالك ملعب حميد راح الزمالك وفيه من الزمالك جيل اهلي كتير يعني والضزوي يعني اللي عنده التاريخ عارف يعني بس كان الوضوع عشيك من دلوقتي لكن هنشوف دلوقتي لعيبة كتير جدا قالت اهلي وراحت زمالك ومن زمالك راحت اهلي حسن حسن اوبراهيم حسن حسن ياسر المحمدي محمود متولف الاسماعيلي اسلام الشاطر محمد بركات يعني احدث ولا حرج يعني كلهم بلعبوا على وطر الجمهور الشيكبالة مضى للاهلي وراح يتضرب في الاهلي في الاخر قال لهم بكل الشيكة جماعة انا عايز امشي دول العقود بتاعته قال قبل كده انا عايز اعتزل في الاسماعيلي يعني كلهم كلهم بلعبوا على وطر الجمهور احنا بننسخ وراهم ونعد نشتن في بعض ونتعصى وفاخر كلهم في الاخر الصحاب وهم في الاخر بيعملوا ملايين يعني لكن انا كموضوع امام عشور انا كاهلاو بصراحة مش عاجبني الموضوع لكن انا اللي مش عاجبنا اكتر ان جو التحفير والهزار قلب بقى من هزار بقى في قلة ادب وشتيمة والناس تشتم بعض والناس مش عارف ايه وبتاع فكل انا شايفين يعني كل انا ورجعنا وعملنا سيرش كده على جوجل هتشوف كل الفيديوهات القديمة وده اللي قال انا النادي ده حبيب قلبي وراح النادي التاني واللي راح الاسماعيلي والزماك والاهلي ولف لفة حلوة كده في الاخر بيختار اللي هو عايزه جنان على التوجه الاعلامي فانا شايف ان الموضوع في الاخر احنا كجمهور بننسق وراهم ونقعد نتخانق مع بعض وفي الاخر هم اصلا في حتة تانية خالص بس ان الموضوع بسيط جدا يا جماعة هو اختار في الاخر المادة وبناء عليها جي الاهلي الاهلي ادارة بتسمع لها رؤية معينة ومشي فيها زي الزمالك في الاخر بيجيب اللي هو عايزه وبيمشي اللي هو عايزه وعمل صفقات بمليون وستمائة مليون وفي الاخر ما هلوش دعوه بالجمهور بس فكلهم بلعبوا على حتة الجمهور ونحنا نقعدوا على خيار احنا نشتم في بعض ونعمل ريتش والقناة دي والقناة دي وهنا وهنا وفي الاخر اللاعبة بتعمل لها عايزه وفي الاخر المادة اللي بتحكم وبصراحة يعني انت بتسيب شركتك وتروح شركة تانية على فرق الف جنيف المرتب عايز واحد ما يسيبش نادي لنادي عشان خاطر ملايين دول هتعدهم على صابع ايدك حتة في العالم كله هتلاقي مين مسلا فضل في النادي بتاعه رؤول جيرارد قلة البقى كله بريال مادريد لبرشلونه وبرشلونه ومنشستة سيتي ومنشستة سيتي اليونيتد وبيلفه ده طبيعي فخلصنا يعني ففي الاخر احنا بنقعد نقول لي احنا عايزينه وفي الاخر اهم ما بيعملوا لهم عايزينه اهم حاجة نحفل ونهزر زي زمان كده بالادب وكلنا اصحاب وحباب نغير شتيمة ونقعد نشتم فبعد وخلاص السلام عليكم